أسود عشر سنين في عمر الجزائر العشرية السوداء أهلا بيكون في القصة وما فيها مع ريها معي أنا عارفة أن الحلقة دي صعبة جدا ومش بس على أخواننا الجزائرين لا علينا كلنا كعرب عشر سنين عاشتها الجزائر في بحور دم لا تنتهي مجازر لا تخطر على قلب بشر ولا حتى تطلع من بشر حلقة كلها ألم واجع ماهو صعب جدا لما يبقى أولاد البلد الواحدة هم اللي بيضربوا ويقطعوا في بعض والحرب الأهلية في الجزائر تاخد الأوسكار في الحكاية دي ما تيجوا نشوف صلوا عننا الحروب الأهلية دي أقزر حاجة ممكن تعيشها أي دولة لأن اتنين إخوات بيتخنقوا على نفس الأرض مين يحكم ومين يسيطر ويعيني لما الواحد أخوه هو اللي يحاربه بيبقى عارف فيني وجعه يديله وبتبقى ضربته أشد من ألف ضربة عدو وإحنا كعرب بسم الله ما شاء الله ما نتوساش محدش نازل تقطيع في بعضه في العالم كله قدنا تقولوش غية وعشان نفهم العشرية السوداء بالزبط تعالوا نجيب القصة من بدري شوية الجزائر عاشت 132 سنة محتلة من فرنسا لدرجة إن كان فيه مادة في الدستور الفرنسي بتقول إن الجزائر جزء من الوطن الفرنسي وراء البحر ما هم كانوا لابدين بقى لحد سنة 1954 لما تأسست جبهة التحرير الوطني بقيادة محمد بوديوف وعملوا جيش التحرير اللي بدأ بـ 1200 مقاتل جزائري قدام نصف مليون عسكاري فرنساوي لكن لما نار الثورة شعللت كل الجزائرين اتحولوا الفدائيين والنتيجة كانت مليون ونصف شهيد يعني كل بيت في الجزائر كان ليه نصف شهيد ولا اتنين وعندكو حلقة جميلة بوحرد واحدة من الفدائيين على حق لحد ما الحاج شارلي ديجول رئيس فرنسا في 5 يوليو 62 أعلن استقلال الجزائر اللي يعني شافت مجازر وإبادات جماعية ما تتوصفش بس خلاص بقى الدنيا أكيد هتهدى وترتاح بعد الاستقلال لا هو احنا عندنا الكلام ده برضو احنا بعد الاستقلال بنتخاني على السلطة ده انتو هتسمعوا حاجات جبهة التحرير الوطني بعد ما طردت الفرنساويين كان طبيعي إنها تحكم البلد فأسست حزب التحرير الوطني اللي بقى الحزب الوحيد في البلد وممنوع يتأسس أي حزب غيره وبقى أحمد بن بيلا أول رئيس للحزب وللجمهورية في 15 أكتوبر 63 ولسه الراجل بيقول يا هادي حصلت بينه وبين الجيش اللي بيقوده هواري بومديان خناءة كبيرة على مين يحكم الحزب ولا الجيش وهم سنتين وانقلب هواري بومديان على بن بيلا وفي 19 يونيو 65 بقى بومديان هو رئيس الجمهورية والحق يتقال الراجل كان رئيس قوي وعائل والجزائرين والعرب بيفتكروا فترة حكمه بكل خير لحد ما مات بومديان يوم 27 ديسمبر 78 علشان تبدأ مرحلة سودة في حياة الجزائر الجزائر من البلاد اللي مش منطقي أبداً إنها تكون فقيرة بلد مساحتها 2 مليون و380 ألف كيلو متر مربع يعني قد مصر مرتين وربع دي قد انجلترا 18 مرة وعدد سكانها وقتها كان حاجة و20 مليون ده غير إنها مليانة خير ساروات زراعية وبترولية جبارة ومع ذلك كان فيه فق وبطالة وأزمات اقتصادية الصراحة نظام الاشتراكية والتأمين في السبعينات ما جابوش همهم خالص فلما المجلس العسكري جاب الرئيس الشازلي بن جديد في فبراير 79 كانت الدنيا خربانة على الآخر والمصايب السودة كانت مستنيها على باب الأصر اقتصاد واقع وثورة إسلامية في إيران وانقسامات جوه البلد وليلة كبيرة معليك فالراجل أول حاجة عملها إنه قالت معلش الغيل الاشتراكية اللي جابتنا ورها دي ويلا بينا على الرأسمالية والخصخصة وماله يا خويا مش عيد المهم من عدة دينارات لا معلش بقى مش هتلحقه أصلبين جديد جي من هنا وقامت الثورة الإسلامية في إيران من هنا ويعلقت الثورة الإيرانية وأنكل خميني بالجزائر لا ما هي الحدودة كلها بدأت من الثورة الإيرانية أساساً شوف يا سيدي الثورة الإيرانية دي جمدت قلب الإسلاميين في كل حتة اللي هو فيه أمل يا أخواننا إننا نركب الحق ونعمل دولة إسلامية والكلام ده جي على هوا الطيار الإسلامي في الجزائر قوي ووقتي تكونت جماعات إسلامية كتشير قوي إشي الإخوان الدوليين والطليعة والجزقرة فبين جديد لسه بيحط رجله لقى الخريطة السياسية للبلد دخل في بعضها زي بقرة الخير قوميين وعروبيين عايشين على أيام النصرية وهواري بومديم من ناحية وقام زيغ مش شايفين نفسهم عرب أساساً من ناحية ومتفرنسين من ناحية تانية والأدهى والأنقح إسلاميين عايزين يفردوا وجودهم ويبقى لهم صوت فبين جديد بقى عامل زي اللي ماشي على الحب وخايف يميل كده ولا كده لحسن يوع فالراجل قال لهم واحدة واحدة كله حيتراض فيجي يراضي القوميين الأمازيغي يزعالوا يقوم يصالح الأمازيغ الإسلاميين يصوتوا والحياة إن الراجل اتفاجئ إن صوتهم كان علي حبتين لأ وإيه عملين يكبروا بسرعة رهيبة لدرجة إن سنة 82 قالوا للشازلي بن جديد بص بقى من الآخر كده إحنا عايزين حكومة إسلامية واقتصاد إسلامي والطبق الشريعة ومش عايزين اختلاط ومتعينش الستات في القضاء طب تحبوا نلغي الستات لو مدايقينكوا قوي كده وبدأت بقى مظاهرات على ودنه والشيخ علي بن حان كان بيقف كل جمعة في الخطبة يسلط الناس ويقومهم على الحكومة لأ ومكتفوش بكده بس دول اشتغلوا في الزرق بقى وبقى يضربوا القهاوي ومحلات الخمور والملابس الحريم ما أنا قلت نلغي الستات واخد عندك بقى تفجيرات هنا وضرب هناك فالشازلي قال لهم وإحنا هنهصدر يا حبيبي اعتقل يا ابني كل قيادات الجامعة دي أما نشوف أخرتها بس في نفس الوقت فتح جامعة الأميرة عبدالقادر للعلوم الإسلامية سنة 84 ودي واحدة من أكبر الجامعات الإسلامية في العالم وعمل حب التعديلات في قانون الأحوال الشخصية عشان تبقى ماشي على الشريعة اللي هو بص يا شعب مش الإسلاميين بس اللي بيطبقوا الشريعة أنا بحبها أكتر منهم حبوني بقى استنى بس يا شازلي ده انت داخل على أيام سودة سنة 86 حصل انهيار مفاجئ في سعر البترول والبرميل نزل من 30 دولار ل 10 دولار كرسة والجزير أصلا معتمدة على البترول فالاقتصاد بتاعها أخد حتة هضر والحكاية ما كانتش نقصة والناس جاي بأخرها لأ وكمان ما حدش قادر يفتح بقه ولا يقول بيم لحد ما الناس فاض بيها في أكتوبر 88 وقامت انتفاضة أكتوبر أو أكتوبر الأسود الموضوع بدأ بشوية إضرابات هنا وهنا بس هما ساعات وتحولت لانتفاضة في البلد كلها واسيبك من كل الإضرابات والمظاهرات والسكك اللي اتقطعت والمصالح اللي اتحرقت كل ده مش فارق مع الحكومة ما الشعب هو اللي هيسد آم احنا لما بنحرق الحاجات دي احنا اللي بندفعها تاني لكن المشكلة هنا إن الإسلامين عايزين ينطوا على المظاهرات وياخدوا اللقطة يمكن لو لفقت والثورة نجحت يمسكوا الحكومة الله دي عادة بقى فالشازلي قالت لا يا حبيب انت وهو ده عاشم إبليس في الجنة ورح جاي بالجنرال خالد نزار وقال له لميلي بقى الليلة دي كده ورح جاي خالد بشا وقال لهم مساء الخير يا شعب احنا هنعمل حظرة الجوال واللي هلمحوا همرجحوا وتخمدت الانتفاضة قبل ما تتحول لصورة وتقتل في الليلة دي خمسمية جزائري وتلات تلف وخمسمية مصاب غلابة الجزائرين أقسم بالله الشازلي بقى لعبها بالصياعة وهلوم يا شعب اوعد كون زعيل ده أنا هعمل لكو شوية إصلاحات ديمقراطية عينة بص بص الحركة دي حرية إن شاء الأحزان لأ وبص بص اللقطة دي انتخابات بلا منية نازيها يلا إن شاء الله معا حد حوش والراجل رمج كلمتين دول من هنا وهم يومين وكان متأسس أكتر من ستين حزب يلا حرية بقى وجات للإسلاميين عالتبطاب وفي نوفمبر تسعة وتمانين أسسوا حزب الجابهة الإسلامية للإنقاذ بقيادة عباس مدني وعالي بالحاج والحزب كبر بسرعة جدا وتوغل وانتشر وهتفهموا ليه كمان شوية وجات بقى الانتخابات البرلمانية النازيها سنة واحد وتسعين وكل واحد بقى يعرض برنامجه على الشعب فاليسارين قاعدوا يتكلموا عن الحريات والحقوق المدنية والقوميين فضلوا يتكلموا عن التقل الدولي والإقليمي للجزائر الإسلاميين بقى قالك فكت بقى من كل الكلام المحافلة ده وانزل يا باشا عالقرى والحواري والمحافظات ووزع لي بقى الزيت والسكر وشبرق للناس دي وهو الفقير محتاج إيه غلق ما تسد جوعه وكلمة طمينه إنه داخل الجن وفي وقت قصير جدا سيطرت جبهة الإنقاذ عالشارع فالحكومة قالت لك يا حلاوة ده كده الإسلاميين هيشكلوا البرلمان وهيطلعوا القوانين على مزاجهم يعني لو قالوا الصبح الجزائر إسلامية الموضوع هيعدي قانوني لأ بقى احنا نغير قوانين الانتخابات وانديقها عليهم شوية فالإسلاميين قالك بقى كده طب اضراب عان الحكومة يطلقهم ومال جتلي في ملعب وقبضلي بقى على عباس ميدني وبالحاج لحد ما تخلص انتخابات المنيلة دي كان يوميسود يما قلنا إنها نزيه عارفين بقى الجابها اللي كانوا بيضيقوا عليها عشان ما تكوشش على البرلمان خادت في الجولة الأولى 60% من المقاعد اكتساح طب والحكومة لا دول أخدوا كرسي في الكولوب 15 مقاعد والله ما عرفت حتى حسب مذبتها المقاوية فالجيش قالك يا لهوتاي البلد بتضيع مننا يا جدعان ده مش باعت فرنسا تحتلنا تاني وتقوله سنتو كده باعتو مصدر قالك الانتخابات دي لازم توقف وجيري خالد نزار على الشازلي وقال له الجيش بيقولك يلغي الانتخابات دي الراجل قال له لا ما قدرش أنا وعدت الشعب بالديمقراطية ولا يمكن أرجع في كلمتي أبدا قال له آه ديمقراطية طب رأي يا حنت وأقلوه حطوه تحت الإقامة الجابرية في مدينة وهران بقولك البلد هتاولع تقولي ديمقراطية طب في الظروف المهببة دي تيجيب مين يا جيش يمسك البلد ويكون الشعب بيحبه هو مفيش غيره محمد بودياف راجل ثوري قديم وطرد المحتل وجه بودياف في أول 92 وقال لك من النهار دا لا فيه راحة ولا بالراحة والانتخابات اللي هتجيب لنا الإسلاميين دي اتلاغت خلاص لا خدوا التقيلة بقى مفيش حد اسمع حزب الجابهة الإسلامي لاغينا رخصته واعتقل لي بقى كل أعضاءها اللي كسبوا في الانتخابات وقال بص يا شعبي حبيبي من أيام الاحتلال لو الإسلاميين وصلوا للحب مش حيعملوا انتخابات تاني ومش حتشوفوا الديموقراطية دي بعينكوا أبدا وحنبقى أفغانستان نمبر تو يرديك بقى السياسيات وبدأت أسود عشر سنين في تاريخ الجزائر مستعدين الجابهة الإسلامية اعتبرت إن الجيش كده أعلن الحرب عليها ودي بقى حتتهم هتعلنوا الحرب هنعلم الحرب انت جيت في جمل يعني استلقى وعدك بقى يا حلم وعد الجسس علشان تبدأ الحرب الأهلية الجزائرية أو العشرية السوداء في مارس اتنين وتسعين وبدأوها بقتل ست زباط شرطة أبو ضيف قال لهم بقى كده يعني طيب مبدئيا الحوار الوطني اللي كنتنا ويعملوا معاكم اتلغى لأننا ما بنتفوتش مع ناس شايلة سلاح وآه القادة بتاعكم عباس مدني وعلي بالحاج وادعوهم عشان هيوحشوك اتحولوا جنايات أقول لكم على حاجة بقى انتوا من النهاردة جماعة إرهابي فالجماعة عليتلوا مالوا يا أهلم بالمعارب واتلمت بقى الجماعات الإسلامية المسلحة كلها على بعض وعملوا ربطية مع بعض وطلوا عالجبل في الشمال واسسوا الجيش الإسلامي للإنقاذ وفين يوجعت بقى ضرب في الجيش والشرطة مالوش آخر والحقيقة هم مقتلوش في الجيش والشرطة بس لا هم قتلوا محمد بضياف نفسه الريس آه الريس وعيني عينك كده قدام الكاميران حاجة كده شبه قتل السادات بالضبط الراجل قاعد على الهوى بيقول خطبة في التلفزيون يوم 29 يونيو 92 رحت منفجرة كنبلة في المنصة وبعدين رح جاي الحارس الشخصي بتاعه مبارك بمعريفي اللي كان مخصول مخه من الجماعات الإسلامية وراح مفرغ رشاشه كله في بوضياف ما فيش كرياتيفتي بربع جنيه بس برضو عشان ما بقاش خبيت عليكم حاجة ناصر بن محمد بوضياف قال ان اللي قتل أبوه هو الجيش بسبب التطهير اللي عملوا فيه كده والله أعلم جيه بقى بعد بوضياف الرئيس علي كافي والحرب ايه كانت مولعة بس هي برضو بين الجماعات المسلحة والجيش والشرطة يعني كلهم شايلين سلاح ويعرفوا يستفوا مع بعض والحمد لله المدنيين برا اللعبة دي عركة سياسية اللي فوق يخلصوها سوي لحد يوم 26 أغسطس 92 لما اتضرب مطار الجزائر ايه يا جبهة الانقاص بتقتلوا المدنيين ليه احنا ما اتفقناش على كده وهنا بقى تلاقي الجماعة الاسلامية المسلحة راح يترافع عقديها انا يا حبيبي حد لي شقف حاجة ولا انتوا لسه شفتوا حاجة ده اللي جاي ظلام الجماعة الاسلامية ما كانتش بس تكفرية دي كانت سوبر تكفير يعني بيكفروا الحكومة فبيحربوها ماشي مفهومة دي لكن كمان بيكفروا الشعب لانه ما بيصورش على الحكومة الكفرة فالبلد كلها بقيت كفار بقى لا لا لسه لسه قص الرئيس علي كافي ما طولش وفي 30 يناير 93 جه الرئيس اليمين زروال والراجل كان جاي بفكر جديد نوفي وقال لك كله بالحنية بيفوك يا جبهة الانقاص خدي خدي حقولك حاجة سلمونا السلاح بتاعكم واعتبروا اللي جرى ما كان يا راجل بتتكلم جد؟ جد جد كمان البريق فيكو ياخد عفو واللي تورط في حاجة فيتحاسم حلو الكلام كلام جميل وله وله بقى جبهة الانقاص قعدت مع الحكوم الجماعة الاسلامية قيت له ضم يا حبيبي جنب اخواتك كافر وهم دول بس اللي كانوا بقين وكده بقت البلد كلها كفاء ودمهم حلاء وبدأت بقى المجازر ودي له اختيالات فأعضاء الجبهة يا جدع ده انتو لسه كنتو بتصله مع بعض مبارح وتفتح بقى بحر دم ما بيتقفلش وتسمت ولايات الجزائر والبلاد والأربعاء بمسلس الموت الدم فيهم كان للركب واللي كان بيفكر يخرج من بيته كان بيودع اهله لانه مش ضامن انه يرجع التاني اصلا وتيجي سنة سبعة وتسعين اسوأ سنة في الحرب دي كلها اللي بدأت فيها المجازر على حق الجماعات المسلحة كان بتخش على القرية من دول وتقتل كل اللي فيها لا ومش قتل عادي دول كانوا بيشرحوا بيقطعوا الرؤوس ويشقوا البطون وحاجة مأساة جسس مرصوصة جنب بعضها شباب على ستات على شيوخ على اطفال لا فاهمين مين دول ولا مين دول مضربين بالرصاص ومتفجرين ومحروقين وحاجة اخر قهر وتلاقي الام من دول ماشية في الشارع الطلطم على وشها وتقول عليش ويش دار والصغار وكل زنبهم في الحياة انهم اتولدوا في المنطقة دي من العالم ده غير بقى خطف الستات وجهاد النكاح والحاجات اللي انتوا عارفينها دي وطبعا الصحافة العالمية خدت دلها في سنانها وقالت يا فكير ماهم كانوا باستادوا الصحفيين والفنانين فتلاقي الجزائر بقت في عوزلة تمة ومحدش يعرف ايه اللي بيحصل جوه ماهو تخيلوا برضو لما تحصل 622 مجزرة بالمنظر البشع ده وكل مجزرة فيهم بيموت فيها يجي 800 واحد فطبعا الجاري كل الجدعانة طبعا في ناس حتقولي دلوقتي طبعا على فكرة بقى ايه الجيش هو اللي كان ورا المجازر دي كلها والجامعة الاسلامية نفسها اتهمته بكده ما انا كنت فكرة زي الكده لحد ما لقيت لقاء نادر مع علي بن هاجة قائد الجماعة الاسلامية نفسه والراجل كان حقاني وقال بمنتهى الصراحة ان الجماعة صبت غلها كله على المدنيين وعملت مجازر كتير وكده يبقى شاهدة شاهدهم من اهلها ونرجع بقى للناس اللي عمالها تتقطع وتموت دي وقالوا للجيش انت فين؟ الحقنا قال لهم انا جاي اهو وعمل حملة معتبر عالجماعة وقتل كتير منهم لأ وكمان طلع عالجبل واتفاوض مع مدني مزراق قائد الجيش الاسلامي نفسه وقال له لأ نهدى كده بقى شوية الدنيا خرب والراجل قال له انت صح يلا هدنا بس ده كان ليه بقى؟ لان الجماعة حصل فيها تفكت كبير واعضاء كتير منها زي ما تقولوا بقايا ضمرهم صحي لا والله صح النقل وقال لك اللي احنا بنهببه ده يعني احنا المفروض كده هنوصل للحق وانطبق الشريعة على بحر الدم ده كله تصور ما الجيش برضه فاطمرضوا على امير الجماعة عن طرزباري وسلموا سلاحهم للحكومة يا مسهل الحال الدنيا بدأته ده لا وهدية اكتر لما وصل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للحكم في ابريل تسعة وتسعين والراجل اول ما جيه قال للجابهة الانقاذ يلا نعمل سلام رسمي قالوا له يلا وسلموا سلاحهم كله وطلع بوتفليقة قانون الوقام المدني بعد ما اخد موافقة شعبه عليه وقال لهم اي حد عايز يسلم سلاحه وياخد عفو يا مرحب بيه وعاف الله عن مسالة كله بقى طلع جاري يسلم سلاحه فرصة والجيش استاد عن طرزباري يوم تسعة فبراير الفين واثنين علشان اخيرا تنتهي الحرب الاهلية في الجزائر الحرب اللي راح فيها اكتر من متين الف جزائري وعشرين الف مفقود ده غير الخسائل الاقتصادية حاجة كده حزبة خمسة وعشرين مليار دولار بصوا انا كل اللي عايز اقوله ان حروب لاخواتي يا جماعة مفيهاش كسبان وخسران لان الاتنين خسرانين حتى لو واحد فيهم انتصر وربنا يحفظ شعوبنا في اليمن وليبيا وسوريا ويلهمهم الحق والصح يمكن ينقذوا ارواح بريئة ملهاش اي زمن وياريت احنا كمان نتعلم ونحافظ على نعمة الامن اللي ربنا ادهلهم ونفتكر دايما ان نار الوطن احسن مليار مرة من جنة الشتات والحروب الاهلية والكل اصحكاية وانا هقولكو على اللي فيها كنت معاكم